إنه مشهد الازدحام نحو التسوق المعتاد خلال موسم أعياد الميلاد هذا العام يحتفل البريطانيون بعد تعذر الاحتفال العام الماضي بسبب قيود الإغلاق لكن المخاوف تبقى قائمة نظراً لانتشار المتحور أوميكرون الحال هو الحال لكنه أفضل من العام الماضي في النهاية أعتقد أننا ذاهبون للإغلاق لأن الناس لا تتبع الإجراءات الاحترازية ويملؤون المستشفات سأستمتع به مهما كان لا يهتم الفيروس بأي موسم من العام فغايته الفتكة بالناس لذلك يمكنك أن تحافظ على الناس الذين تحبهم وأن تقول لهم لا هذا هو أكثر شيء يمكن أن أفكر فيه في الكريسمس هو الاهتمام ببعضنا البعض الحكومة البريطانية أعلنت أنها لن تفرض قيوداً جديدة لكنها حذرت من أنها لن تتردد في فرضها إن كان ذلك ضروريا اتفقنا أن نستمر في مراجعة البيانات باستمرار نتابعها ساعة بساعة وللأسف علي القول للناس إننا سنحتفظ باحتمال اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة ومستشفياتنا ولن نتردد في هذا ولأن حالة عدم اليقين حول انتشار المتحور أوميكرون هي السائدة تواجه الحكومة ضغوطاً لتوفير مساعدات مالية لأصحاب الأعمال الحكومة استجابت وقالت أنها ستوفر نحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي لهذا الغرض شركات الضيافة ستتمكن من الحصول على منحة النقد يتصل إلى 6 ألاف جنيه سترليني ثانياً نحن نقدم 30 مليون جنيه سترليني لدعم المسارح والمتاحف وأخيراً نعيد تقديم البرنامج الخاص الذي يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المطالبة بالتعويض من الحكومة مقابل تكلفة الأشور المرضية لموظفها الحكومة البريطانية تقول إنها تسابق الوقت لتوفير الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا وبمعدل يصل لنحو مليون جرعة يومياً على أمل أن تكون هذه الخطوة كفيلة بالحماية من أية مخاطر قد يفرضها المتحور أوميكرون حسمت الحكومة البريطانية الأمر بأنه لا قيود جديدة في أعياد الميلاد لكن ما تزال هناك حالة من القلق بشأن انتشار المتحور أوميكرون وهو ما يضع خيار الإغلاق على الطاولة خلال الأسابيع المقبلة على الأقل عمر شاكر الحرة لندن